موسيقى مثل اليوم تقول عوشي فرخ حرن مخلبة شرسع في الجوارح هو بجرناسة يومتي تفسر تقول شو يعني فرخ حرن فرخ يعني فرخ لا لا انتقلنا الى شعار الدولة صقر ففيه الطير فيه انا ما اعرف هي كيف تعرف هذه الامور بس يعني لو خذت بعض الاشياء بس ما اعتقد بهذه الغزارة اللي يقول هالكلام انا ما اصدق ان احد قاله ما انه قال طير يعني ما شل طير على يديه وساري قنصبه لانه هو اللي يعرف الفرق الان هي تقول انت يا طويل عمر يا شيخ محمد فرخ حرن مخلبة شرسع في الجوارح فارح هو بجرلس فهو شه تقول انت فرخ حر حيات زايد رحمة الله عليه دائما كان موسم الطيور تلقى الحر على الدالة ما يشود شاهين مع ان شاهين اسرع واشد واقوى شاهين اليوم اغلى شاهين بس تلقى الاولين كانوا اكثر يحبون الفرخ الحر لانه حر لانه لانه هو طير مؤدد ما يقصص السبوك ماله الشاهين يقصص السبوك ماله فرخ الحر اذا فرطت والقصد من التفريط كلمة التفريط يعني ما تعشي اليوم او ما تأكله اذا فرطت يوم او يومين ما يختل عليك ما يشرب الشاهين اذا فرطت ضعف اذا فرطت اختل اذا فرطت مويه مويه الشاهين مو بالحر الحر تنشأ سبحان الله بينك وبينه علاقة عجيبة غريبة يعرفك الشاهين لا يعرفك اذا فرطت اختلت فهي يوم تقول هناك نقطة واحدة الحر فيه فرخ وفيه جرناس كلمة جرناس اللي وردت معناته ولد العام يعني ليس بولد السنة في الصقور اقوى شيء ولد السنة نحن عندنا في الارتشاب مثلا يوم تستوي عقب اربع سنين خمس سنين تستوي في غايتها في عزة الفرس مثلا نفس الشيء في الطيور اقوى اقوى فترة هي اول سنة اللي يسمونها الفرخ يوم هو بعد فرخ اول سنة ليس جرناس جرناس يعني ولد العام يعني طاف عليه سنة ستوا جرناس اكبر فهي شوف شتقول هذا الفرخ بعد جرناس ولد السنة الفرخ حرا نمخلنا الفرخ بس حر جرناس نحن مصر نحك شاهين في الحروحة هو حر حر لكنه بعد جرناس ليس فرخ فرخ ولد السنة جرناس ولد العام الوليين هلنا اللي في سن يوم في وقت عوشة كانت موجودة يعني في سن صباها الوقت اللي هي كانت فيه موجودة في عزة يوم كانوا هلها ابوها سيقنص ورد وتشوف يدها وتشوف غايلة ننصون كان عندهم أحلى صيد الحبارة وما كان عندهم فرصة يصيرون بعيد فالحبارة يوم تي عابر تكون شكل الشي اللي ينزل عليهم من السماء في يوم تسير الحبارة يروغونها في الحبارة بعض الحبر يومي في بعض الحبر شو تسوي يومي تحصل فرصة تشرد عن الطير يقولون تعمد فتعمد الحبارة شو يعني تعمد الحبارة؟ يعني الحبارة تدور بطريقة لولبية تمشي دوران دوران وهي تطلع على فوق تطلع على فوق تطلع على فوق كل الطيور اللي مثلا نشلونها الناس اللي هي قراميش ولا أوكارة ولا شواهين كلها ترد عن الحبارة يوم تعمد الحبارة قالوا لزموا طيوركم هدوا الفرخ وين رعي الفرخ؟ قالوا هذاك رعي الفرخ حسين بن لوتا وقاله تعب هدى وطيره يمكن ان لا يصيدها لكن هو الذي ينزلها لا يردها غير الحر فالفرخ الحر له كرامة غير وهو فرخ بعد ولد السنة فهي تقول انت فرخ حرا مخلبة شرسة في الجوارح فوق الجوارح طبعا السقور لا بولد العام ولد السنة يقص قص فانت شوف هذا البيت اللي هو اربع خمس كلمات شوف كم انا بس حين اشرحلك اشياء انا حضرتني في اشياء ما حضرت فهاي مسألة كلام عوش شي مرتبي حقيقة